تصدق بقينا 17 او الله فعلا الايام بتاعت رمضان بتجري بسرعة جدا شهر خفيف ولطيف وجميل وكريم ورحيم شهر عظيم بصراحة يعني يارب السنة كلها كانت تبقى رمضان معلش هو على ما يبدو الناس مش فاهمانا خالص مش فاهمانا هنا تعود يمكن علي بشكل شخصي انا وناس المسلمين في ناس كتير مش فاهمة انه فيه فرق ضخم وكبير فرق شاسع ما بين بعض المسلمين والاسلام نفسه يعني مفهوم هذه الديانة وفلسفتها هذه العقيدة والاسس اللي مبنية عليها شيء واللي عملوا بعض المتطرفين والمتشددين ده شيء تاني واحنا طول الوقت بنقعد نقول يا جماعة دول ما بيعبروش عن الاسلام ممكن حصلت مناقشة ما بيني وما بين زميلي احمد اشرف على اللي حصل في السويد في مسألة اهانة الكتاب المقدس بتاعنا القرآن الكريم وانه جمهورية مصر العربية بالتأكيد وده الطبيعي انها بتدين بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمين المتطرف في السويد بالإساءة المتعمدة للقرآن الكريم وطبعا ده ترتب عليه تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خصوصا ان احنا في الشهر المقدس بتاعنا بتيجي الواقعة دي يا سادة ضمن ممارسات يمينية متطرفة بتحرض بشكل عام ضد المهاجرين وبتحرض بشكل للأسف الشديد على المسلمين بشكل خاص مصر بتؤكد رفضها المساس بالثوابت وبالمعتقدات الدينية ايما كانت والزج بممارسات استفزازية بتتنافى مع كافة القيم والمبادئ الانسانية وبتؤكد على ضرورة احترام الحق في حرية الدين والمعتقد باعتباره حق اساسي من حقوق الانسان بتضع مصر الى اعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الاخر والتعايش السلمي ما بين الشعوب نبذ دعوات التحريض والكراهية والتوقف عن اعمال العنف والتخريب والاعمال الاستفزازية اللي بالتأكيد بتسبب الضرر الشديد باستقرار المجتمعات وامنها وسلامتها طب ايه المناقش اللي كانت مابيني ومابين زميلي احمد عشف تعالى نرجع مع بعض يا احمد لالسبب الجزري روت كوز على رأي الناس الاجانب هو اليمين المتطرف بشكل عام بيعمل كده ليه بالتأكيد نتيجة عدم الفهم ده واحد اتنين نتيجة تصرفات بعض المسلمين فمرحلة من المراحل كانت في القرن الخمستاشر والستاشر كان عندنا معارك شرصة ضارية ضارية قامت بها دولة من الدول التي حسبت على انها دولة مسلمة وانها تعلي لواء الخلافة الاسلامية فاجتاحت شرق اوروبا قتلا ونحرا واعتداء واحتلالا وتخريبا وسرقة حصل لكن السؤال هل ده الاسلام لا بمنتهى البساطة لا لان الاسلام الاندلسي على سبيل المثال او مسلمين الاندلس كانوا العكس من ده تماما لما دخلوا المسلمين اسبانيا واقعدوا فيها واستقروا واقاموا الحكم وكانت دولة الموحدين على سبيل المثال كانت هي دولة الحضارة والثقافة والفلسفة والعلم والفنون والموسيقى ده على سبيل المثال الحصر طيب ولما دخل التجار المسلمين للهند والصين والغرهة من شرق وجنوب اسيا دخلوا بايه دخلوا بالحسنة وبالحكمة وبالنوعظة الحسنة وبالمعلومات بالمعاملات القيمة المحترمة الوضحة الشريفة الأمينة إلى آخره وإلا تفهم منين أنه أصبحت مثلا على سبيل المثال أكبر كتلة سكانية مسلمة على سطح القرى الأرضية هي اندونيسيا مثلا وتيجي تشوف في ماليزيا وتيجي تشوف المسلمين اللي موجودين في الهند المسلمين اللي موجودين في الصين وهكذا أنا مش عايز أعدد لك أماكن وتمركزات المسلمين في العالم هي القصة كلها وهل كانت هناك فتحات أو غزوات الغزوات كافة عهد النبي طيب كان فيه فتحات لا ما كان فيه فتحات كان فيه أي شكل من أشكال الحروب أو الفتح أو الدخول بجيوش في آسيا ما حصلش على الإطلاق طبعا أنا هنا بستثني تماما فارس والعراق طبعا بالتأكيد الشام وما إلا زلك لكن أنا بكلمك هنا على منطقة جنوب وشرق وحتى كمان بعض المناطق في وسط آسيا هل حصل كده ما حصلش حاجة طيب يبقى المشكلة تقع على عطق اتنين يا سادة الأول يقع على عطق الجماعات المتطرفة اللي للأسف الشديد بتسيء إلى الإسلام إساءة حقيقية ودينا شايفين النتيجة تطلع بقى جماعات تطلع دول تطلع ممالك تطلع سلطنات تطلع زي ما تطلع والمسئولية برضو 50% تقع على عطق المتطرف الآخر اللي شاف إنه الحل الوحيد لأفكاره هو العنف أو الإهانة أو تدنيس المقدسات إلى آخره طيب السؤال اللي يجي بعد كده يا طرق هل طرق هنقف في هذا الموقف إلى متى يعني مسألة إنه المسلمين في العالم تتأجد مشاعرهم ويتدايقوا والأوروبيين يعتبروا إنه طب وإيه يعني إحنا بنسمح بحاجات كتير وإنتو مش قادرين تفهموا ثقافتنا وأنا أتذكر اللي حصل مثلا في فرنسا من كم سنة لو تفتكروا في المناقشات اللي زي دي واضح إن إحنا لاتنين ما بنتكلمش نفس اللغة إحنا بنتكلم إنه جزء رئيسي من الحرية وهو جزء لا يتجزأ بل يكاد يكون هو الجزء الأكبر والأعظم منها هي حرية البني آدم في المعتقد كل بني آدم حر في ما يعتقد حر بيعبد ربنا إزاي بيعبد إله ما بيعبدش أمر لا يعنينا إحنا لكن ده مش معناه تحت أي ظرف إنه توجه الإهانة للمعتقد أو توجه الإهانة للعقيدة أو للمقدسات بتاعت أي ديانة بره ما بيبصوش كده دي اللي يقول لك كل واحد حر يعمل لو هو عايزه غلط كده ما بقتش حرية كده بقت تغول على حرية الآخر يعني هي دردشة جات على بالي بسبب منقشتي مع زميل عزيز أحمد أشرف وطبعا على خلفية الكارسة اللي حصلت في السويد اللي بنتمنى إنها مش بس ما تتكررش اللي بنتمنى إن إحنا نلقلها حلول حقيقية وجزرية فهمتوا ليه مصر واخدى خط حقيقي في مواجهة كل أشكال التطرف سواء إذا كان تطرف فكري أو التطرف على مستوى السلاح يعني مصر بتعمل المواجهة بتواجه بالطريقتين المواجهة الفكرية والمواجهة اللي بتتم بالتأكيد بشكل أمني لما بلاقي ناس عايزة تقتل وتخرب وما إلى ذلك على كل خلونا ننتقل لما هو بعد ذلك عايزين نقعد نسمع حتة مزيكة بس مش أي حتة مزيكة بصراحة هي خلطة ما تفهمش صوفي على صعيدي على غجري غريبة جدا جدا اسمعوا الحتة دي بتاعة المزيكة وبقى كده نرجع للعقل العبقري اللي عمل المقطوعة دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا ما اظنش ان فيه اي مبالغة وانا بوصف الصانع هذه الموسيقى مؤلف هذه الموسيقى بانه عقل عبقري خلوني اخد مياع على التليفون مهنئا جدا الموسيقى رشادي مؤنس ازايك؟ عامل ايه اخبارك ايه كله تمام؟ كله تمام متشكر جدا والله على اطلاقا ارجوك 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 ما تقولش كده على الاطلاق لانه ده اقل حاجة ممكن اقولها لك لانه فعلا مقطوعة شديدة العبقرية ان انا اسمع الخلطة الموسيقية دي واللي اقدر اقول في تعبيري المتواضع جدا انها خلاصة خلاصة تطور الموسيقى في مصر عامل توزيع اركسترالي في الاول وعمال بسمع فوتريات وفيولينا وعاجة عظمة وبعدين خلاصة كده هسمع كلاسيك الاقي انه حصل تضفير بديع لالات مصرية صعيدية قح وعقلي راح في موسيقى صوفي وصعيدي وتراثيات غجري انت جبت العبقرية دي منين؟ جبت المزيقة دي ازاي؟ والله هي بس طبعا الدراما الاول هي اللي بتسوءك في القصة دي لانه المسلسل فيه تلاتة مودز يعني مختلفين المود الصعيدي والمود الصوفي والمود الغجري اللي هم طرح البحر والحقيقة المسلسل صورته كبيرة يعني الصورة فخمة جدا ان اسلام عب سميع عب سبحسين من الباوي عاملين صورة ممتعة وكبيرة وصرية جدا فكان لازم لما هعمل مزيقة هعمل مزيقة على نفس يعني بحاول اقرب من نفس المستوى للجميل ده اللي طالع في السوق فالجملة الاساسية اللي هي بتاعت الكاولة دي انا بالنسبة لي كان بتعبر على شخصية الاستثار القلطفي اللي هو الغجري الشرير اللي هو طالع في دور الشيطان يعني وهي فيها كده لو خدت بالك من جملة فيها كده جزء شبه العواق بتاع الدئب فانا هو دايما بيلعب دور الديب اللي بيستخبه وستاد فارسطوف الضلمة ويهجم عليها فالجملة جات لي من الوانا حتى من الوانا بقر الورق والله انه بيبقى فيها حيات كده مخيفة ومريبة وشيطانية كده شوية فده كان شكل الجملة اتطورت ازاي بقى اتطورت مع الصورة الصورة الكبيرة دي الصورة العظيمة دي وان احنا السعيدي بتعمل يعني انا عامل التتر المقدمة للمغادية سبعالي حجار عامل سعيدي اوريجنل جدا بالالات السعيدي بالكلام ده حبيت في التتر النهاية لما بعمل مزيكة اقول ان احنا بنعرف نعمل يعني الموسيقى السعيدية الاصلي جدا او اللي هي سواء سعيدي او غجري اللي هي بتاعتنا اللي هي بتاعت الارض بتاعتنا دي ممكن تتوزع وتتوزف في صورة اركسترالية تتلعب مع احسن اركسترالات في الدنيا ويطلع شكلها اوريجنل برضو يعني تبقى المزيكة برضو مصري يعني دايما مصر الموسيقى بتاعتنا يبقى ليها هوية مصرية ليها هوية عربية فده يعني عندنا يعني فيه كتير مؤلفات عربية اركسترالية ولكن فيه منها كتير شبه الحاجات بتاعتبر طب احنا هويتنا فين هويتنا كمصريين وكعرب وفين فانا حبيت اعمل ده ان احنا نظهر هويتنا المصرية والعربية من خلال موسيقى فيها هارموني وفيها توزيع اركسترالي وطبعا الدراما برضو في الآخر اللي سأيتني في القصة دي يعني هتلاقي في الجزء التاني المزمار بيرد على الكولاة السعيدي صح طب شوف هو لا يستطيع احد على الاطلاق برضو مهما قلتلي الدراما سأيتني هي دراما عبقرية والناس كلها بتتكلم فعلا على جزيرة غمام احنا مش مختلفين بس كمان الناس كلها مقلوبة على حتة المزيكة فلا نستطيع انقر عبقرية التأليف الموسيقي في الحتة دي انت بتقرى بتقرى السيناريوم من الجلدة للجلدة زي ما بيتو زي ما بيتقال اه 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 انا بحب اقرأ جدا جدا اواما بستمتع بالقراء وده بيفدني في لما اجي اعلف مزيكة انا مش ما بعملش تكوي ما بعملش يعني مزيكة كده تاخدها وتمشي وانت زي عرفت عادي تاخد سندويش بتاعك وتمشي لا انا بحب اعمل مزيكة اه بحبها يعني انا بحب الشغلانة دي بجد وبقرأ المسلسل وبقرأ درسم الشخصيات واعلاقتهم ببعض ومن خلال ده بقدر اطلع المزيكة والمود المعمول لكل شخصية ولكل حالة في المسلسل فده طبعا الحمد لله بيسيب اثر وبيسمع وبيثبت لنا برضا استاذ يوسف ان الناس يعني انا حقيقة فجئة برد الفعل جدا يعني انا عامل حيطة مزيكة مصوط بيها بس عادة يعني انا من بعض مزيكة مصوط بيها اعرف ان هوا كلهم اولادي في حاجات دي بس بس ده بيثبت لنا ان انت لما بتقدم للناس مزيكة حلوة بجد ويبقى ليها فرصة انها تتسمع كويس الناس استحسنتها جدا وكان اطلع الفعل زي ما حاك شايف كده وان حضرتك يعني مصدفني ده 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 شرف لي لا 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 خالز انا لا تشرف انا لا تشرف ربنا يخليك وده ورد ده رد فعل اتعادني جدا الحقيقة لا اصلا تأليف الموسيقى ده طول عمره حاجة كده قعد افكر فيها واقعد افكر في كم عبقرية مؤلفين الموسيقى وانتو بتجيبوا الجمل الموسيقى دي ازاي يعني اصلا دي مش رسمة ولا نحتة ولا كتاب بتقعد تكتبه وتبص قدامك على السطور والحروق يعني لا المسألة اصعب من كده بكتير بكتير قوي كمان سؤال يبدو فلساق تقول الاول قبل مسألك لا لا هو هو بيبقى رزق يعني عارف بتخش في المود الاراية دخلتك في المود تطلع منه مزيق وده عم بيقام موهبا عندي ربنا ورزق يعني ماشي بص انا هاجل السؤال بقى لسبب ان انا عايز اصطضيفك ايه رأيك يعني انا انا اتشرف يا ست لا بتقولش كده انا 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 اتشرف والله انا اتشرف ليه نيجي ونقعد وندردش ونلعب موسيقى لا هتلعب وموسيقى انا انا ما بعرفش العب اي حاجة ولا حتى اعرف اخبط على الداسكة لكن يعني تنورنا بجد واتشرفنا وقتك يسمح اه طبعا 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 انا خلصت الحمد لله وسلم الحمد لله يبقى احنا كده هنبدأ ننسق معك على طول تنورنا وتشرفنا في برنامج التسعة بجد تشرف ليه وتليفزيون المصري تشرف لأي حد وانا طبعا كلنا نتشرف بوجودنا في التليفزيون المصري فانا هخلي كل اسئلتي مؤجلة لحين ان احنا نبقى مع بعض في هذا اللقاء هنسق نفسي على الاسئل بإذن الله قرأي انا اللي بشكرك جدا 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 وكل التهنئة الحقيقة من قلبي يعني كل الشكر للموسيقار العظيم الحقيقة شادي مؤنس ولكل صناع العمل بما انه زاركر طارق لط طارق بص في جيل كده في منهم اتنين دول اشطر اتنين اشطر اتنين يقنعوك بالشر بالرغم ان هم اتنين على رأي الجماعة الانجليز يقولها هم اخلاقهم عالية قوي وعندهم مبادئ عميقة جدا طارق لط يفتح عبدالوهاب الاتنين دول بيعملوا شر يا ساتر يا رب طبعا بص لا ده مش طارق اوكي ابص بص بص والله زيب على رأيي شادي قالك هو قاين بدور الشيطان في المسلسل مذهل المسألة مش في الميكوب المسألة مش في الدقن المسألة فأداء عبقري من طارق لطفي نفس القصة بالمناسبة هتشوفها فتح عبدالوهاب بس مش في جزيرة غمان في اعمال تانية مذهلين يعني انا ما بخافش من حاجة خالص مش شجاعة مني يعني بست خلقت كده سميها تهور مش دي القصة سميها ايمان اتمنى ذلك لما بتفرج على الشخصيات اللي بيقدمها طارق لطفي فتح عبدالوهاب وهم اشرار بحس ان قلبي قفل كده مش عارف ليه خوف ولا توطر ولا لا ما عارفش بس ده انعكس يعكس عبقرية الاتنين دول في الجيل ده تحديدا على كل ان خلوني اروح لفاصل لان انا لو اسهبت القول مش ابط الكلام وهتضيع علينا الفواصل والاعلانات وانا ما حبش الاعلانات تضيع علينا ابدا فصلوا نكمل الكلام انا لو علي عايز رمضان يبقى 365 يوم في السنة بس هنعمل ايه؟ هو لازم يطلع بالكتير 30 يوم مفيش اشهر عربية اكتر من التلاتين لكن نحن نتمنى ذلك البحوث الفلكية حسامة الجدل وقالت ان اجتمال القمر هيبقى بإذن الله يوم 16 رمضان 16 رمضان يعني واحنا نهضة 16 رمضان ولا نهضة 17 رمضان يا جميع نهضة 17 يعني الاجتمال كان مبارح صح؟ طب دي احنا كده يبقى رمضان هيطلع 30 ولا 29 عايزين نحسب الحسبة دي بقى 29 ها الاجتمال في 16 اه كده يبقى 29 صعبة دي برضو يا اخي انا نفسي طب نكمل التلاتين بشكل او باخر والله بجد مش هزار يعني لما كنت بقول لكم برح انتوا شفتوا المطارية كانت عاملة ازاي اه انا بقى لما رجعت البيت قعدت ادور بقى على فيديوهات المطارية وقعدت ادور على فيديوهات السنة دول 8 سنين يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شغالين كل سنة يوم 15 يعملوا الجو الجميل ده احنا معنا على التليفون دكتور جد القضي قالوا دكتور جد القضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اهلا بك دكتور كل سنة وحضرتك طيب الله اكرم علينا جميعا يا رب دكتور جد مسألة اكتمال القمر يوم 16 رمضان هل هذا يعني ان احنا صمنا يوم بدري لا طبعا يا فندم محاجة اقول كلام ده ماشي حلو لا ولو صمنا يوم بدري حلو برضا هقول لها طبقا لحسابات المعهد الفلكية رمضان في معاده طبيعي ما فيش اي مشاكل لا بدري ولا متأخد وتبقا للرؤية الشرعية اللي اجرتها دار الافتة المصرية طبعا بتتعاون مع المعهد والجهات المختلفة الرؤية الشرعية ثابتت وبدأ رمضان يوم الثين أبريل في معاده الطبيعي حلو قوي ماشي يجي هنا بقى السؤال احنا بالحسبة دي اللي هي اكتمال القمر يوم او اكتمال البدر يوم 16 ده معناه انه رمضان يكمل 29 ولا يكمل 30 الناس اللي خدوا صور بالموبايل كده غير متخصصة ونشروه على وسائل التواصل وانت صورت البدر بتاع يوم محدد هل تبعته في اليومين اللي قابله واللي بعديه لا طبعا مهم غير متخصصين بالزبط كده فلكيا يا فندم الثلاث ايام القمرية اللي هم في نص الشهر بالعين المجردة يقدر يحكم على انه كان ده بدر كامل ولا مش كامل الطريقة الوحيدة اللي بنشوفها ان احنا بنرسل الكلام ده بالتليسكوبات الفلكية تمام هو السؤال هو صور بموبايله او بكامرته يوم واحد وطلع هل ده البدر كامل كذا انت صورت اليومين اللي قابليها ولا اللي بعديها ما صورش قارن علشان تشوف هل ده فعلا كان بدر 15 ولا 16 ولا 14 تمام لان زي بقولي سيادتك زي بكفل مع كده مواعيدنا الرؤية الشرعية ثابتت في موقعين من مواقع اللي جانو ثابت زي ما فيش خلايا الشخص اللي بيقول احنا صمنا يوم بدر او اللي صمنا متأخر بدر عن مين بالزبط كان ممكن كان ممكن لو كانت الرؤية الشرعية اختلفت عن الدليل الفلكي يبقى هنا نقول مين فيهم اللي صح ده احنا صمنا بدر دي مع دول ولا دول لكن ده الاتنين متفقين يب ايه ايه الخلاف وليه اعمل قلق وزعزاعة وبلبلة للناس في حاجة ما لهاش اي لازمة والله ما عايزة غير متفقين نقصين فاتي احنا الناس بقى بتفتي في كل حاجة بتفتي في العلم وبتفتي في الدين وبتفتي في الكورة كله بيفتي حاجة بقت صعبة جدا على كل ان احنا عايزين نشكورك جدا نا دكتور جاد على اضاحة هذه الصورة علميا يعني في النهاية خالص هتنكلم دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوت الفلكية والجيوفيزيقية افتى بما لديه من علم احنا في النهاية خالص برضو يعني هيبان برضو مع دار الافتاء بإذن الله سبحانه وتعالى رمضان مستمر معانا بإذن الله كم يوم فضلنا 29 ولا الحد 30 يا رب يطلعوا 30 بإذن الله كل الشكر ليك يا دكتور جاد الف 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 شكر طيب احنا هنروح لفصل وبعد الفصل هيبقى في معانا بقى فقهنا المفضل مولانا دكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر ينورنا داخل الستوديو خلال اللحظات القليلة القادمة مصر يعني في أثناء شهر رمضان بس بنصل يزيد عن 6 مليون كرتونة غذاء إلى أكتر من حوالي نهاردة بنتكلم على بنك الطعام بيطلع 10 مليون وجبة ساخنة سواء انفطار أو سحور في جمعيات أخرى كتير بنوصل لكل مصري في جمهورية مصر العربية بالإضافة لدعم القوات المسلحة ودعم وزارة الأوقاف فالحقيقة يعني الحمد لله رمضان كريم ولكن هذا الخير لا يقتصر على رمضان فقط لها السقوك الأضاحي اللي بتتعامل على مدار العام واللي احنا كمان بنتشرف نكون فيها مع فضيلة معالي وزير الأوقاف الأزهر الشريف بيطلع قواف الخير وبيطلع خير لأسر كثيرة مش بس في شكل دعم غذائي ولكن في دعم مالي على مدار العام بسم الله الرحمن الرحيم تأتي هذه الفعالية الشديدة الأهمية والتي هي تنسيق وتعاون بين بنك الطعام وبين وزارة التضامن وشؤون الاجتماعية وبحضور معالي الوزيرة نيفين القباج وبحضور المسؤولين والقائمين على بنك الطعام لإطلاق قافلة ضخمة تتمثل في خمسين حافلة كبيرة محملة بمئة ألف كرتونة إلى المحافظات الحدودية إلى شمال سينة إلى جنوب سينة إلى البحر الأحمر إلى أسوان إلى أهلنا الكرام في حليب شلتين إلى مختلف محافظات مصر الحدودية انطلاق المئة ألف كرتونة معناها أن هذا الوطن يمد يده بالخير والعطاء والرخاء واليسر إلى أبنائه الكرام الخير من المصريين وإلى المصريين كلنا جنود لهذا الوطن كلنا في خدمة الإنسان المصري الكريم نحن نحتفل بإطلاق قوافل لخدمة مئة ألف أسرة يعني حوالي خمسمائة ألف فرد من أهل بلدنا يعني أنتم أتمنى تكونوا شفتم حوالي خمسين تريلا طلعت حواليكم دلوقتي رايحين كل مكان على حدود مصر فيعني الرسالة الأساسية اللي احنا بنحاول نوصلها مدان أن مصر كلها قريبة من القطاع المدني بالزبط زي التجمع والمكان اللي احنا فيه دلوقتي بالنسبة لبنك الطعام أي إنسان على أرض مصر هو قريب لنا مثل أي إنسان حوالينا هنا في هذا المكان وكل إنسان على أرض مصر هو أمانة في رقبتنا يمكن يعني اللي أنا بحوري يعني تشرفت يمكن الإسبوع اللي فات كنت قل لي معادي الوزيرة أنه ظهرنا مثلا سفير دولة إفريقية شقيقة وبرضو ساعد يعني طلب مننا وما كانش محتاج يطلب حتى أن احنا نساعد بعض الضيوف من هذه الدولة عندنا في مصر يعني اللي قلتوله أن أول ما أي إنسان يحط أول رجلة على أرض مصر حتى لسه محتش الرجلتين هو أصبح أمانة في رقبت القطاع المدني المصري مباشرة بدل في حالة من الاحتياج والاستحقاق طبعا إحنا موجودين النهاردة وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع أحد مؤسسات المجتمع المدني الشركة الرئيسة اللي وزارة التضامن الاجتماعي بنك الطعام المصري ده بيأتي في إطار عدد من المبادرات والمشروعات اللي تم إطلاقها مؤخرا ما بين وزارة التضامن الاجتماعي ما بين مؤسسات المجتمع المدني طبعا بنك الطعام زي ما قلت هو شريك رئيسي مع وزارة التضامن الاجتماعي ولكن النهاردة مش بداية وإحنا بدأنا من فترة طويلة في التعاون مع كل المؤسسات المجتمع المدني ومكمنين خلال الفترة القادمة في الزل الكيادة السياسية وتوجيهاتها في عام 2022 عام المجتمع المدني ودور الجامعيات الكبير في تنفيذ تدخلات مع المواطن المصري في إطار برامج حماية اجتماعية خاصة في الزل الأزمات الاقتصادية المتعرض لها العالم ككل وطبعا مصر جزء من هذا العالم وبالتالي فلازم يكون في دور أكبر لكافة الشراكات والتعاونات اللي يتم خلال الفترة القادمة أهلا بكم معنا مرة تانية وبرنامجكم التاسعة وطبعا لقاءنا الأسبوعي كما جرت العادة مع فقهنا المفضل مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منوّرنا مولانا كما جرت العادة بارك الله فيكم وكل عام والجميع بخير من المسلمين وغير المسلمين أمين يا رب مولانا دلوقتي في بعض الناس بتقول جماعة صدقة الفترة تطلع حبوب هل في حكم شرعي ثابت بكل مدلولات وبيقول أنها تطلع حبوب ولا ممكن تطلع فصولة أموال أو ما تيسر من سائر أنواع الغذاء يعني أفتنى في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج الحمد لله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله ما خير بين أمرين إلا اختار أيصرهما ورضي الله تبارك وتعالى عن صدر الأمة من الأخيار الأطهار الأبرار وبعد فأولا القاعدة في الإسلام حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله وفيما يتعلق بصدقة الفطر هي تسمى زكاة الأبدان لكن غير زكاة الأموال زكاة الأموال معروفة إنما للزكاة الأبدان لأنها عن الصغير والكبير عن المريض عن المسافر وعن الصحيح وعن المريض وعن الحائض وعن غير الحائض كل المجتمع بيخرج صدخة الفطر الحقيقة أن إخراج صدخة الفطر قيمة هو المعتمد والمعول عليه والمفتبين ونريد بقى أن المجتمع يتطهر من أحادية الفكر لأن دي أولا مسألة ليست من القطعيات ولا من أصول الدين ولا من المسلمات حتى أن يخرج علينا من يرفع لفتة الكفر والشرك والبدعة والفسق وجهنم المعتمد كما قلت أولا لما نقرأ قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة أموالهم المال هنا بيشمع المال هو الأصل لما نسأل أي واحد في الاقتصال نقول له ما هو المال يقول له كل ما يتمول يعني أنه النقود الرائجة غز من أموالهم صدقة لما نأتي صدقة الفطرة أنا أجد الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها صاعا من تمر أو صاعا أو نصف صاعا من بر صاع من تمر أو نصف صاعا من أمح يعني يبا هنا دادلين على جواز اعتبار الخيمة طيب أمنات الفقه الصحابة رضا العنم اللهم بيتمسحوا فيهم كذبا وزورا نقول لك أن هم سلف وأن هم بيحيوا سنة النبي وده كذب لهم سلف ولهم بيحيوا سنة النبي هي مدرسة مشاغبين يعني مدرسة سلفية الواهبية هي مدرسة مشاغبين لما نيجي سيدنا معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وبعدا أتوا إليه بالزكاة الواجئ الفرد اللي هي زكاة الأموال أتوا إليه بالذرة بالشعير بالماعز بالغنم بالإبل بالبقر قال لا إن أهل المدينة بحاجة إلى الثياب فبادلوني يبا هنا أعمل عقله الفقه وده الفرق ما بيننا وبين هؤلاء الأخيار إحنا في زمن التقليد الأعمى في زمن أحاديت الفكر وده قالب بقى الخطاب الديني تحرير العقل المسلم من أحاديت الفكر إذا كنا عايزين نجدد بجد فالمهم سيدنا معاذ بن جبل أهو والرسول على السلام أقروا على ذلك إما نأتي بقى للقيمة هنجد سيدنا أبا حنيفة والإمام الحسن الثوري ونجد أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كلهم أجازوا اعتبار القيمة ودول من عصر التابعين فحضرتك إحنا ما بنمنعش الأطعمة لو في زمان ما بيئة ما مكان ما نسعز الأطعمة يخرج الأطعمة مباحة ولا نقول شركة ولا كفرة كما هم يقولون لكن الآن النهاردة خنافة الموضوعية والواقعية الفقير اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم المسألة أو زل السؤال في يوم العيد هو محتاج إيه هي في مقايدات إنها هياخد كيس أمح ويروح يجبوا كوتش ولا يجبوا إنسلين ولا يجبوا بسكويت ولا يجبوا كحك مش عارف ليه يعني إحنا دينا مارن ودينا واسع ودينا متسع صدقت الفطر إن شاء الله تخرى قيمة ودار الإفتاء حددت وعلى رأسها فقيه صالح زميلي الحد الأدنى 15 جنيه عن الفرد ده حد أدنى حد الأقصى مفتوح مفتوح وده ما علي الأصدر الشريف ودار الإفتاء المصرية أخرجوا القيمة لمصلحة الفقراء يعني منتهى المرون أنا مش عارف الناس بتعقادها ليه مولي أنا هلوقت جريه للأسف الشديد الحق عندنا أنا رضيعت وقت ربنا خليك لنا مولانا شفاك الله وعفاك ربنا خليك رب كل سنة وحاتك طيب مرة تانية ورمضان كريم وأدمك الله لنا مولانا والله علشان دايما تقول لنا هذه الأمور اللي بتنور لنا مخنا وبتنور لنا الطريق كمان ألف ألف شكر لحضرتك كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأسنة الفقه المقارن بجامعة الأزهر لأسف الشديد خلصت الحلقة بسرعة النهاردة كما جارة العادة رمضان دايما بيخلص بسرعة حتى في الحلقات التي تبقى في رمضان لو كان لنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامة